ريانير شركة ذات تكلفة المنخفضة خرجت واحد الاعلان وكتقول لمسافرين دياله بانه الاسعار المنخفضة ليست الا طعم فغادين شوفوه عليش كيدور الموضوع بالدبط ولاش كتقول بانه ليس الا طعم وكذلك غادين هتروع الى الحيلة الجديدة اللي كيستعملوها السماصرة ديال الفيزات ديال المواعد ديال الفيزات ديال القنصريات الاوروبية خصان شينغن في المغرب اللي يعني يبدو ان الدولة منهزمة امام هاد السماصرة هذي وقد نبدو بهذا الموضوع هاد فالعنوان يقول حية المغربية جديدة تنطري على موعد شيرة ديال شينغن وتهزيم الانظمة المعلوماتية لا يتونى الاشخاص المهم باختصار يا اخوان ديال هنا هو انه يبدو ان السلطات المغربية والسلطات الاوروبية اللي مختصة يعني في القنصريات الفيزات فعملوا واحد الاجراء الجديد باش ما يكونش هناك نقوله التحايل على المواعد من بين الاجراء الجديد هو انه الشخص اللي كيكون ياخد موعد فخصو يلتقط صورة وهو كياخد موعد يعني الوجه دياله من ثلاث جهات من جهة الامامية ومن جهة اليمين والشمال كدلي الا انه الان السماسرة ديال الفيزا ولو كيطلبوه من الناس اللي بغي الموعد ديالتشيرة ثلاثة ديال الصور كدليك باش يحتالوا على النظام يعني صورة امامية صورة من جهة ديال الشمال وصورة من جهة ديال اليمين وطبع الحل للاحتيار على النظام واخذ الموعد ديال الفيزا شينغن على اي صفارة من الصفارات الاوروبية هنا عبدالكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة المغربية للحماية والتوجه المستهلك كيقول بان الوسطى ديالتشيرة يعني مستمرين في ابتداد المواطن المغاربة وهذه هي مسؤولية مشتركة بين الدولة المغربية السلطات المغربية والقنصوليات الاوروبية المعنية وكذلك المستهلك المغربية يعني هي مسؤولية مشتركة بين هالثلاثة ديال الجهة السلطات المغربية متمثلة في الشرطة طبيعة الحال وكذلك القنصوليات لانه كان يقال وطبيعة الحال نحن واحد القنصول الاسباني افطانجا اللي كان حتى هو متورط وطبيعة الحال المستهلك المغربي اللي هو يعني كيبغي يخلص ولا ربما هاد الجهة هذا ولا هاد الشخص يعني اللي غسل فيزا فهو اه مضطر ولكن لا نبرر ولكن كيبقى قدامه غير هاد الحال هاد اللي غريب في الامر الصراحة هو كيف يعقل ان هاد المشكل هادا ما زال ما كينش لحال واش اه يعني الواحد بعده باش يشبه الموعد را خصو الرقم ديال الباسبورت الى امتنع الشخص انه يعطي الباسبورت ديان واحد اخر باش ا ا ا ا يا ياخدلوش موعد را ما كين ما عادش ياخد له موعد لانه يعني لو عملو على الاقل ما يمكنش تغير رقم جو السفر من بعد الموعد رأسا في ممكنش تغير رقم جو السفر ا ا ا يبدو الامر بحالي قالوا يقول لا ماشي بالعاني يعني مغلوش لحل هذا الشي هذا ولكن كذلك القنصليات الأوروبية متورطة فهذا الشيء لاش كان بإمكانها من بحل المريكان تعطي فيزا دية العشر سنين فيزا دية الخمس سنين فيزا دية الربع سنين ولكن لا باش تزيد حق جيوب المواطنين المغاربة يعني تاخد منه مفلوس طريق الحال فكت تعطي فيزا دية تلسل شهور فيزا دية الربع شهور الى طولت بزاف عام باش عاو مرة اخرى يجي يشري ديك لمنتوج هادك وبالتالي فالقنصليات الاوروبية كذلك مسؤولة وقد دخل الفلوس مور هاد الشي هذا بطبيعة الحال يعني الحلو الموجودة في الصراحة ولكن يبدو ان الامر يعني متروك لحاله وبطبيعة الحال فاللي كيخسر ولا الخاسر الاول والاخر هو المستهلك ومليكن نقول المستهلك هو المواطن العادي البسيط اللي كيمشي يطلب فيزا باش يمشي يتسارى بها اه مثلا التجمع عائلية واي الغارة اخر فهو الخاسر الاول والاكبر لانه في الصراحة ما عرفتش يعني اه الشي هذا دي الصماثرة اه بجميع المجالة تكتروه في المغرب فيما يمشي تيلف في البني في البيع والشرا ديال تدير في بيع الشرا ديال السيارة يعني حتى الفيزات في البيع والشرا ديال المواعد فلا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا اللي يقدر يقول الواحد اما هو يعني الحل القبضة للوسطة او لا اه يعني منعهم ان هذا الامر هذا امر ممكن على ما اعتقد لله اللي عنده شي فكرة اخرى او اللي شي حاجة غابرة علينا وغيبة علينا فطالت الحالي خلي انه لا يفتعله لاندوزو للخبر التاني واللي هو ديال ريانير فشركة ريانير تحدى المسافرين ديالها وقد قلهم ما تمشيوش الاسعار المنخفضة لان هذه الاسعار المنخفضة ليست اكتر من طعم ولكن ما كتدرش على الصفحة الرئيسية ديالها وانما كتدر على اه المسافرين وللناس اللي كتشريوا البيع عن طريق وكالة الاسفار عبر الانترنت هذا الموضوع هذا درنا فيه مرات ومرات عدة ولكن طبعا كل ما ذكرت الشركة مرة اخرى فقد نحاول ولا غدرجع ولا نذكركم به فالشركة يعني تحط زبناء والعملاء ديالة لانهم يشريوا البيع فقط من موقعها الرسمي عبر الانترنت وليسا من المواقع الاخرى اللي كدولي تبيع يعني البييمة الاخرى اه في الانترنت اه خصوصا ذاك الرنبوكي ويعني ذاك وكالة الاسفار اللي في الاخر كتقر لك الاسعار وكتدوزك للباش ديال ريانة واشعر البيان التحذيري اللي انا عملت بيان ان الاعتماد على وكالة الاسفار عبر الانترنت قد يعرض الركاب للعديد من المشاكل والمضايقات وفعادة ما يتم يعني اه تقديم هاد الوكالات كتقدموا حد السعر اللي كيكون ادنى او لا رخيص بزاف حتى من الشركات الطيران اه نفسها يعني احتمل الاسم ديال شركة ديال احتمل الثامن ديال شركة الطيران يعني كتدخل الباش ديال شركة الطيران كتجبر الثامن عالي على اللي عند هاد الوكالات عبر الانترنت ولكن احساب على حساب الشركة فان هاد الاسعار هدي هي المنخفضة غالبا كتكون مجرد طعم باش تصيدك من بعد من اللي كتش بدا تشري البيي فكسبة تزيد عليك هادي كسبة تزيد عليك يعني آآ هادي وهادي يعني بالزاف ديال الاتمنة آآ وبالزاف ديال واحد البورسون طيال واحد النساب المئاوية اللي في الاخر كي يجعل ان البيي يرجع الثامن دياله مدوبر على ديال شركة ديال الطيران بمئتين في المئة في بعض الحالات وتقول ريانير او كتشدد على الاهميات ديال انك تشري البيي فقط من الموقع دياله الرسمي حيث يمكن للركاب انه مشبره معلومات صحيحة آآ حول الرحلة والباقاج يعني البيي داك ساعة تم تم كتشوف واش دخل فيه الباقاج ولا لانه ببعض الاحيان ميجات شريم عند وكارة الاصفار عبر الانترنت فكت تساري كلش كتجبر رأسك يعني آآ كنت يحاسب على حساب الثامن بانه غاد يكون عندك الباقاج ولكن كتجبر بانه ما عندكش الباقاج كذلك الركاب يعني كيتلقوا من خلال الموقع الرسمي معلومات مهمة هذه اللي هدرنا عليها البراح عن الرحلة ديالهم لما ذلك لكان هناك شي تغيير محتمل في موعد الاقلاع ولا الوصول وكذلك تحديدات حول آآ الرحلة وكذلك شروط ديال آآ السفار ديركس كتستخدها عند الشركة آآ في الاخرة ديالبين كتقول بانها ريانير ما عندها حتى شي علاقة مع شي وكالة الاصفار عبر الانترنت وما كتعطي التان شي شركة انها تبيع لها البيي يعني اللي كي يبيع البيي راح بالنسبة للشركة ديال ريانير غير آآ مخول له ولا ربما بالنسبة لها راح بطرقة غير قانونية لذلك يجب على الركاب ان يتجنبوا الوقوع في فخ هاد الوكالات غير الموتوقة والاعتماد على مصادر الموتوقة لحجز رحلتهم وبالنسبة للرايانير المصدر الواحد الموتوق بتشري معه البيي هو الموقع ديالها الرسمي هذا ما ذكرت هوريانير في البيان الرسمي لها لا راح ما كندفع عليها ما نقول يعني آآ كنت تسبب آآ في خسائر بنسبة للوكالة الاصفار وهي بالخصوص هنا كثيرا لوكالة الاصفار اللي هما آآ اولاين يعني مش وكالة الاصفار التقليدية اللي كنعرفوها دائما سهلا نكون سلطل اخذي للفيديو ديالي شكرا بززاف لحش المتابعة كما دائما السلام عليكم ولا فيديو قادم إن شاء الله الرحمن الرحيم